رواية يوتوبيا تعد رواية يوتوبيا من أشهر روايات العراض أحمد خالي التوفيق إن لم تكن أشهرها على الإطلاق عندما نتحدث عن الرواية العربية والفنتازيا بالتحديد لا يمكننا أن نقفل عن ذكر من جعل الشباب يقرأ الرائع أحمد خالي التوفيق يوتوبيا رواية رواية للكاتب المصري أحمد خالي التوفيق وقد صدرت في عام 2008 واحتلت المركز الثاني لقائمة الكتب أكثر مبيعا لدار ميريت وتعد من أفضل روايات الشيقة للقراءة هي رواية بأحداث مشوقة في سنة 2023 حيث أصبح الأسرياء في مصر يقتلون الفقراء كنوع من أنواع الصيد والتسلية حيث يتقوقع الأغنياء في يوتوبيا المدينة الأكثر حداسة وتطور في المنطقة في ذات الوقت يعيش باقي الناس في فقر المتقن ويقوم الأسرياء بقتلون كتسليات رواية يوتوبيا تعد من أفضل القائمة الروايات الخيالية العربية ترجمة نانسي قنقر